يراه المواطنون منزلقا إلى الهاوية هكذا ينظر المواطن اللبناني لقرار وزير الاقتصاد والتجارة اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية في المقابل يرى أمين سلام وزير الاقتصاد ومتخذ القرار أنه ما كان ليذهب إلى هذا الخيار إلا لمساعدة الاقتصاد حتى لا يترك اللبنانيين للعشوائية وسوء الإدارة تصريحات الوزير لم تقنع المواطن الذي باتت معاناته مضاعفة لعدم توفر الدولار بالأساس في يد الغالبية العظمى من اللبنانيين الشعب ما معه دولار وإذا فيه دولار عم بيجيهم من بره بس نحن مين بدي يعطينا بالدولار ما فيه اليوم اليوم عنينة الغاز جلية الغاز أنا صار له ثلاثة يام ما عندي غاز هيدا هوني سوبر ماركت بيعرف حرام بيدينا يعني وأنا عن جد إلي ثلاثة يام ما معي يجيب عني الغاز مثلا من وين ما تيجيب له دولار أنا وانعكس ارتفاع الدولار تلقائيا على أسعار السلع والمواد الغذائية بعد القرار الذي اتخذ بالأساس للجم جشع التجار والحد من أرباحهم الطائلة في ظل التسعير العشوائي حتى بعد اعتماد الدولار وبالتزامن مع غياب الرقابة وانعدام المحاسبة العشوائية التي ضربت الأسواق اللبنانية هي نعكاس طبيعي لما تعيشه البلاد من فوضى سياسية وفراغ رئاسي تضع ميليشيا حزب الله والأحزاب السائرة على خطاها العصى في عجلة إنقاذ البلد الصغير من دوامة الفوضى الشعبية فقد ضاعف التأزم السياسي في لبنان وتطورات القضائية بعد تفجير مرفأ بيروت والتحركات الشعبية على خلفيته والمشحونة بغلاء أسعار السلع الرئيسة والمحروقات من مخاوف دخول البلاد في فوضى أمنية لا يمكن التنبؤ بمآلاتها لكن المؤكد أنها لو اشتعلت ستمسك في طرف ثوب المنطقة التي يحاول المجتمع الدولي إطفاء حرائقها لكن أحدهم يريدها مشتعلة لأن بقاءه مرهون بإشعال الحرائق والارتزاق من آلام شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر